أعلنت اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة عزم البلدين حياء تنفيذ مشروع الربط البحري عبر نفق مضيق جبل طارق قالت مدريد إن هذا المشروع سيسهم في تسهيل التجارة البينية وعملية نقل البضائع بين البلدين مشددة على أهميته الجيوستراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة أربعون عاماً والفكرة لم تمت ربط القارة الإفريقية بأوروبا مشروع يعاد إحياؤه من جديد المغرب وإسبانيا تجددان الحديث عن مشروع تدشين نفق جبل طارق البحري الذي تمت بلورته عام 1981 النفق يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق سيابية في عملية نقل البضائع مدريد قالت إنها ستدفع مجدداً الدراسات الخاصة بالمشروع لما له من أهمية جيوستراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة وأشارت مدريد إلى أن الحكومة خاصصت مليونين وثلاثمائة ألف يورو لتحديث الدراسات الخاصة بالمشروع وخلال اجتماع للجنة الإسبانية المغربية المشتركة تم تصديق على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السدد منذ عام 2009 أطرفان اتفق على الاستفادة مما تم إنجازه بشأن تدشين النفق مع إجراء تغييرات في مجالات المشروع استناداً للتطورات وفي نفس الإطار تم الاتفاق على وضع استراتيجية عمل للسنوات الثلاث المقبلة بشأن هذا الأمر وتتنامى العلاقات المغربية الإسبانية خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من الجمود كما تم تبادل الزيارات على مستوى أصحاب رؤوس الأموال من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خصوصاً بعد الضغوطات الاقتصادية التي بدأت تنهيك معظم دول العالم منذ أزمة فيروس كورونا وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا معنا من الرباط الخبير الاقتصادي دريس العيسوي دريس مرحباً بك أستاذ يعني ما الحاجة الملحة برأيك التي تفرض على مدريد والرباط إعادة إحياء مشروع نفق جبل طارق إلى الواجهة أعتقد بأنه هذا النفق الذي كان عمره أكثر من أربعين سنة أنه بدأ بمشروع تم الحديث عنه بالرباط ومدريد وتم إنشاء مؤسسات قائمة بهذه الدراسات مرتبطة بوزارة النقل والتجهيز في المغرب ونفس الشيء بالنسبة لإسبانيا الآن أعتقد بأنه الظروف أصبحت موتية ليلعب هذا النفق هذا الربط القاري سيدفع بمجالات مهمة بالنسبة لعملية التوفيق بين ما سيصل إليه الاقتصاد المغربي وما سيصل إليه كذلك الاقتصاد الإسباني لا ننسى على أن إسبانيا والمغرب بلدان جاران لهما تاريخ طويل جدا وعلاقتهما هي علاقة كانت متوترة في بعض الأحيان لكنها الآن رجعت إلى نوع من الاستقرار ومؤخرا رجعت إلى علاقة جيدة بين الرباط ومدريد وخصوصا في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية كذلك وأعتقد بأن إسبانيا الآن مؤهلة لتلعب دورا أقوى وأكبر كشريك أوروبي مع المغرب بالنسبة للمشاريع المستقبلية خصوصا فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والصناعية والمغرب مستعد لذلك وله مجموعة من المشاريع تجعله فعلا بلد يطمح للاعب أدوار قوية بالنسبة للمستقبل خصوصا وأنه يوجد بوابة لإفريقيا الآن خصوصا وأن المملكة المغربية طورت سياسة إفريقية خاصة تجعل من المغرب دولة مدافعة عن مصالح القرى الإفريقية ما المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع أستاذ دريس إذا ما قدر له أن يرى النور إذا ما قدر أن يرى النور هذا المشروع أعتقد أن الزمان لن يكون بعيدا جدا لأنه أولا التكنولوجيا وتطوير وسائل العمل مشابه خطا سريعة جدا أعتقد كذلك على أن في المغرب موجودة هناك وسائل للتنفيذ قوية لأنه لا ننسى أن المغرب طور خط للمبادلات مع إفريقيا ونبوب الغاز بين نيجيريا و15 الدولة إفريقية وكذلك مع المغرب وأوروبا فهذه بداية حسنة وبالنسبة لهذا المشروع لن يطول الزمن كثيرا حيث أنه سيدخل في حيث التنفيذ في أقرب وقت لأن الدراسات التقنية موجودة الفنية موجودة الخبرة موجودة كذلك والاستعداد موجود لا من جهة الرباط ولا من جهة مدريد من أجل الذهاب قدما إلى الأمام في هذه المشاريع طيب ماذا عن مصدر التمويلات أستاذ أدريس؟ هل سيجد بسهولة مصادر التمويل؟ إذا كان مشروعا ناجحا كما نتصوره سيجد فعلا تمويلات كافية إما من أوروبا أو أمريكا أو كل الدول التي تهتم بهذه المنطقة إنه لا يمكن أن نجد مشروعا من هذا القبيل بهذه القوة لا يجد تمويلها أعتقد أن هذه مسألة مفروغ منها فالدولة المغربية لها اتزامات قوية بالنسبة للطاقات المتجددة وذلك استثمارات كبيرة في الطاقة الشمسية هناك في الطاقة الرحية نفس الشيء لماذا لا على مستوى هذا الربط القاردي الذي سيضر أرباحا وخيرات كثيرة لا على الاقتصاد المغربي فحسب بل على الاقتصاد الإسباني ويجعله من إسبانيا بابا متقدما لتطوير التجارة مع المغرب ومع إفريقيا كذلك لا ننسى ذلك لأنه الدول هذه الدول لا ترى المنفعة لنفسها بل ترى المنفعة لكل الطاقة المغاربية والإفريقية كذلك ما الفرق الذي سيحدثه هذا النفق برأيك أستاذ إدريس عوضا عن النقل البحري النقل الجوي وما إلى ذلك اقتصاله سمعت إذا كان هناك ربط حقيقي إذا كان ربط مباشر على نفق مثلا كما جاءت الحلول الفنية التي تمت مناقشتها فهذا سيعطي سيولة كبيرة يعني يسر كبير في تبادل السلع في تبادل الأشخاص في تبادل كل شيء هذه علاقة طيبة جدا ستكون بين البلدان بين إسبانيا والمغرب ولما يكون الربط عبر نفق موجود تابت فهذه مقالة مختلفة تماما عن ربط بطريقة أخرى غير مضمونة كهذه التي نتحدث عنها شكرا جزيلا لك وسادة دريس العيسوي الخبير الاقتصادي كنت معنا من الربط شكرا لك